حيان احنا دايما بنسمع عن انه شخص تلقى صدمة او زعل كبير شوية فتأثر وطبعا ده انعكس بشكل يعني مش على صحته ايا كان بقى نوع المشكلة اللي حاصرت له لكن دلوقتي بقنا بنسمع كتير جدا انه في اطفال او شباب في سن المراهقة لما بيتعرضوا المشكلة النفسية بيبدأ يظهر عندهم امراض عضوية بشكل مفاجئ خاصة الازمات القلبية خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع تحديدا من دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية نعرف منه هل الازمات القلبية اللي ممكن او اللي بتحصل لاطفال ممكن يكون سببها مشاكل نفسية ولا بيكون في اسباب عضوية فقط صباح الخير على حديك يا دكتور اهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر صباح الجميل استاذ الجمانة صباح الخير يا سحسام صباح الخير على مصر كل المصريين اهلا بيك يا فدف طيب خلينا نعرف من حضرتك بداية كده هل فعلا الاسباب النفسية او اي ازمة ممكن يمر بيها طفل ممكن تسبب ازمات قلبية عندهم اكيد طبعا ويمكن حتى المصريين بصفة خاصة والعرب بصفة عامة بيميلوا الى جسدانة المرض النفسي يعني دايما المرض النفسي بيجلوا بعض الاشكال العضوية بنشوف مثلا تساقط الشعر على سبيل المثال الحكة الجلدية او الالتكارية الالام في الضهر صعوبة في التنفس اضطرابات معادية التهابات الجيوب الانفية احيان كتير يعني فيه امور كتير جدا بتاعك والاعراض جسدية وبالتالي لما حتى بيروح يتعالجوا عند الطبيب العضوية او الفيسيولوجي ما بيجيبش اثر كبير في العلاج فبيلجأ للنحية النفسية على رأس الامراض دي زي ما حضرتك قلت يمكن مرض القلب ودي حتة يمكن خافية عن الجميع لان مرض القلب حضرتك هو عبارة عن ايه عبارة عن او اعراضه بتديلك صعوبة في الحركة ضيء في التنفس قلم في السدر زيادة ضربات القلب او نقصنها فده بيبقى ديكي مؤشرات من المريض او البيشن عنده قلب طب لما بيجي الواحد مثلا بيخش فيه مشاجرة بيتخانق ولا صيحنا كما حضرتك قلت في مرحلة المراقة يدي فيها انتفاعية شوية فالخناء والعصدية والضغط العصب يؤدي لزيادة فيه تضغط الدم وبالتالي بتزداد ضربات القلب فيهصاب بالقلب دي جزئية مهمة جزئية تانية برضو بالنسبة لمرحلة المراقة غالبا احنا في بيوتنا لما بيجي الابن بينتقل من مرحلة الطفولة لمرحلة المراقة بيكون الولد عنده ما يسمى باتراب الهوية يعني هو شايف نفسه كبر كل الاعراض الجسدية اللي عليه بيقوله انه كبر بيطلع له شعر دقنه فيه متغيرات في السيولوجية صوته بيضخن احتياجاته بتختلف في حين ان الاب والام ما زالوا بيعملوه كأنه طفل صغير في الاوامر والنواهي والتعليمات والزب والغضا في بعض الأوامر المستحبة بيبقى عاوز يتشدق بعض الأمور الاعتراضية بيقول انا كبرتبقى يلجأ للتدخين فالتدخين هو تسلوك متكتب على الضغوط العصبية بتاعته فتخليه ممكن يدخل فيه عملية القلب او يصاب بالأزمات القلبية ده مش كده وبس كمان ده احنا عندنا مرحلة بيسمى فرط الشهية العصبي فرط الشهية العصبي ده اود المرأة بالذات بيبقى معدلها معدل الاصابة عندها اكتر من الراجل لما بتتعرض لضغوط عصبية ونفسية جديدة الاولاد مثلا في مرحلة السنوية العامة في مرحلة البكاليوريوس والمرحلة النهائية من الدراسة البنت لما تكون متجوزة متجوزة في سن صغير وجوزها بيمارس علىها الضغوط العصبية ونفسية فنتيجة الضغوط العصبية والنفسية دي بتحاول تتنفس فيه الطعام فبيجي لها ما يسمى بفرط الشهية العصبي فتاكل اكلات مشبعة بيه الدهون او الاكلات اللي هي او الاكلات المعلبة دكتور وليد لو يعني حد من الاهالي اولياء الامور لأطفال شايف حضرتك دلوقتي وشايف ان ابنه عنده نوع من انواع الضغط العصبية في المدرسة في التمرين عنده مشاكل في التعامل مع حد من اخواته معه الاب شخصيا او الام زما يعني ازاي يقدر يتعامل معاه لو طلبت من حضرتك تدينا رشدة كده من 3 ا4 نقاط نختم بيها هذا اللقاء يعني هو مهم جدا بالنسبة للاطفال وبالنسبة للشباب والمراهقين بندولهم بعض المهارات الحياتية المتعلقة في التعامل مع الصدمة النفسية قد بالحضرتك بالنسبة للاطفال والمراهقين لقينا ان الطفل والمراهق لو تعرضت للحصرة النفسية او الصدمة النفسية معدل الاصابة بالقلب عنده في اول اسبوع بيزيد 21 مرة عن اخرانه العاديين وبيزيد لمدة 6 مرات احتمالية الاصابة ما تبقى له من العضل فعملية صعبة جدا فلازم نفهم اولادنا يتعاملوا ازاي مع نوبات الغضب مع الضبوط العصبية والنفسية اللي حيقابلوها في خارج اوريخ في المنزل مع التنمر اللي ممكن يتعرضوا عليه مهم اولا بربي اولادي ما فيه خبرة الحرمان يعني ازاي من الحنية ما دبدي الابني كل حاجة من الحنية لانا احرمه من بعض الامور بحيث لما يطع برا البيت وما يحصلش على كل المكتسبات اللي هو عاوزها يبقى ما يجوش احباط شديد يؤدي للحطرة النفسية وبالتالي للاصابة بالقلب الرياضة لازم يمارس رياضة بصورة كويسة والابتسامة زي ما كان اقترت الرياضيين في البقرة اللي قبل كده بتتكلموا بالابتسامة والطلاقة نفسية ويمكن حضرتك في بداية الحلقة جبت مشهد المنشى على النيل وتصرحات السيد رئيس الجمهورية لما تقول ان التمشية دي عند المصريين متنفس ليهم هي فعلا متنفس واسلوب حياة فاحرص على ان اولادنا لازم يتمشوا كل يوم شوية حتى لو حواليهم البيت ده نوع من الرياضة البسيطة جدا مع ان انا ادي له بعض مهارات السباتة الانفعالي ان انت مش كل الكلام تخطه في اطماقك اسمع بودن واحدة مش بالاتنين بقدر الامكان ما تردش على حد بالدفاعية ابعد عن لا ده واضح انه موضوع طويل جدا دكتور وليد لا احنا استأذنك بقى هنعمل حلقة ما حداك تشرفنا في الستوديو وندي النصايح دي على الهواء مباشرة بوقت اطول ونقدر يعني نتشارك ونتجاذب اطراف الحديث في هذا الامر لان اكيد الناشئ الصغير محتاج كل الرعاية سواء كانت صحية جسدية او نفسية انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية كنت معانا وبنشكرك على وجودك الدائم في صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة